اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح وأشهد أن حبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب القلب وعافية البدن ونور البصر وحب الروح اللهم صلي صلاة المنوح وسلم سلام الفتوح على من نوره في جميع الأنحاء يلوح وعطره في جميع الأرجاء يفوح وعلى آله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا رب الملائكة والروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراق الروح روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور والقلب مشهول بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم صلى الله عليه وسلم مع مرقا من مراق الروح مع مرق الذكر الذكر ذكر الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم مع سيدنا شداد بن أوس يا شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة وفي رواية إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات إن هناك كلمات جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من الذهب والفضة إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات فاكنز أنت هذه الكلمات ما هي هذه الكلمات يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقة وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من الشري ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب هذه الكلمات التي خرجت من فم حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي أغلى في الميزان من الذهب ومن الفضة والحظ معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اكتنز الناس ولم يقل إذا جمع الناس لأن السعي إلى جمع الماء لحفظ ماء الوجه ليس حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الماء المال الصالح للعبد الصالح إنما المقصود هنا إذا اكتنز الناس أي جمع الناس المال الذهب والفضة من غير زكاتها وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء الكنز الكنز هو المال الغير المزكى فإذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انشغل الناس بجمع الذهب والفضة وانشغلوا بها حتى عن أداء حقوقها فانشغلوا أنتم بذكر ربكم جل جلاله لأن ذكر الله أغلى لأن ذكر الله أهم لأن ذكر الله أنفع يروى عن سيدنا سليمان عليه السلام كان يسير في السماء بموكبه من الجن والإنس وما شاء الله له من الحيوانات والطيور وكان موكبه موكبا مهيبا عظيبا يغطي الأفق وكان في الأرض رجل يحرث الأرض وبينما هو يحرث الأرض رأى غيمة تظلله فالنظر يظنها سحابه فإذا به يرى موكب سليمان المهيب العظيم فقال الله الله ما أعظم سليمان وما أعظم ملك سليمان وددت لو أن لي ملكا كملك سليمان ويكشف الله السمع لسيدنا سليمان فيسمع كلمات هذا الرجل فيأمر موكبه بأن ينزل عنده وينزل الموكب المهيب عند هذا الفلاح الرجل البسيط فقال له سيدنا سليمان ماذا قلت؟ قال قلت الله الله ما أعظم سليمان وما أعظم ملك سليمان وددت لو أن لي ملكا كملك سليمان فقال له سيدنا سليمان يا أيها الرجل اعلم إن سجدة واحدة تسجدها بين يدي الله خير لك عند الله من ملك كملك سليمان لأن الملك يفنى وذكر الله يبقى لأن الملك يفنى وذكر الله يبقى ذكر الله هو الأغلى نحن بأمس الحاجة إلى التحصين من هذه الدنيا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نسأل الله العافية أسألك الثبات في الأمر لأن الإنسان بلا ثبات لا قيمة له في الميزان ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القلب كريشة في أرض فلاهات تقلبها الرياح ظهرا لبطن هذا القلب سريع التقلب فالذي يمن عليه بالثبات ذلك العبد المحبوب عند الله الثبات على الأمر وأسألك العزيمة في الرشد وأسألك العزيمة على الرشد صلى الله عليه وسلم الرشد هو الهداية هو التوفيق هو النجاح هو السداد هو الوصول إلى النتائج المبهرة أسأل الرشد هو الأمر الذي هو طريق الإسلام قال تعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا الرشد هو الأمر الذي أمر ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسأله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى إن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الرشد الرشاد الرشد كل ذلك بمعنى واحد وهو الأمر العظيم الهداية التوفيق أهل الكهف طلبوا طلبين من ربهم سألوا ربهم حاجتين الأولى الرحمة والثانية الرشد قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بل إن سيدنا موسى عليه السلام ترك بني إسرائيل في رحلة علمية مهمة أمر بها باللقاء بأعلم أهل الأرض أعلم أهل الأرض بالحقيقة وهو سيدنا الخضر كل ذلك هذه الرحلة الموسوية العظيمة كانت من أجل الرشد قال سيدنا موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت ما السبب في أن تتعلم مما علم رشدا للحصول على الرشد هل تعلم أن المؤمنين جميعا أمروا بالاستجابة لأمر الله وبالإيمان به من أجل أن يكرمهم ربهم بالرشد قال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كل ذلك كل الإيمان وكل الاستجابة لأوامر الله من أجل أن تصل إلى مرحلة الرشد الرشد الرشاد هذا المعنى العظيم لهذا قال صلى الله عليه وسلم هذه أغلى من الذهب والفضة الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك قلبا سليما لأن الإنسان قيمته من قيمة قلبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك لسانا صادقا لأن هذا اللسان مصدر البلايا والمصائب وكم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهابه الشجعان اللسان الصادق هو الذي ينطق بالحق وينطق بالصدق وأسألك شكر نعمتك لأن بالشكر تدوم النعم تتحقق لك النعم بروحها روح النعمة يتحقق لك بالشكر شكر نعمتك وحسن عبادتك حسن يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليس فقط الحرص على العبادة لأن العبادة يؤديها المنافقون فويل للمصلين إنما المقصود حسن العبادة العبادة لها حسن الصلاة عبادة وحسنها الخشوع الصيام عبادة وحسنها صوم الجوارح عن المحرمات الحج عبادة وحسنها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاج وأسألك من خير ما تعلم لأنه هو الأرحم والأعلم وأعوذ بك من شير ما تعلم لأنه الأعلم والأحكم وأستغفرك لما تعلم لأن غفران الذنوب سبب كل خير إنك أنت علام الغيوب اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع اللهم يا من لا تغلطه كثرة المسائل اللهم يا من لا يتبرم بإلحاح المحين عليه من عباده بالدعاء أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان أكوى المعاني عن معنى الوفاء يعني الرضا بالله إن حل القضاء وعني الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء قطر